وبالتالي حصلنا على النقط A و B و C و D نقط مستقيمية تمر من مركز تقاطع المحورين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حصتنا البنائية ستكون مع درس من دروس المستوى الثالث تقديم التناسبية جدول أعداد متناسبة الأهداف تعرف جدول أعداد متناسبة وتمثيلها بواسطة رسم بياني فلنبدأ على بركة الله بتذكيل متعلمين بما دارسوه حول تنظيم ومعالجة البيانات إذن ما هي مراحل تنظيم وعرض البيانات؟ أولا يتم تحديد واستخراج المعطيات أو البيانات ثانيا يتم تنظيم البيانات أو المعطيات في جدول وتمثيلها في مخطط أو رسم بياني ثالثا قراءتها وتأويلها رابعا استعمالها لحل مسألة في هذا الدرس سوف نركز على المرحلة الأولى والتانية وبما أننا نتكلم عن الجدول في تنظيم البيانات فلا بأس أن نذكر بخصائص هذا الجدول إذا كان الجدول أفقي المدخل الأول يسمى بالسطر الأول والمدخل الثاني بالسطر الثاني وإذا كان على شكله العمودي مدخل الأول يسمى بالعمود الأول والمدخل الثاني يسمى بالعمود الثاني فيمكن الانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني أو الانتقال من أعداد العمود الأول إلى أعداد العمود الثاني كما رأيناه في درس العلاقات العددية نحو التناسبية بإضافة أو طرح عدد بالضرب في نفس العدد أو القسمة على نفس العدد كل هذه المعلومات سبقوا أن تطرقنا إليها وسوف تساعدنا في بناء هذا الدرس سوف أترك لكم رابط ضيم معالجة البيانات وأيضا رابط التناسبية نحو العلاقات العددية في خانة التعليقات فلنبدأ على بركة الله ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتعرف من خلالها جدول أعداد متناسبة وتمثيلها بواسطة رسم بياني إذا علمت أن 8 القلمين هو 6 دراهم أولا فما هو 8 أربعة أقلام 6 أقلام وقلم واحد فلن سوف نقوم باستخراج المعطيات الأساسية إذا علمت أن 8 القلمين هو 6 دراهم إذا لدينا عدد الأقلام وتمن الأقلام فما هو 8 إذا المطلوب البحث عن 8 4 أقلام 6 أقلام وقلم واحد إذا لدينا معطيين 8 الأقلام وعدد الأقلام سوف نقوم بتنظيم هذه البيانات أو المعطيات في جدول دون مدخلين مدخل العدد الأقلام ومدخل 8 الأقلام إذا علمت أن 8 قلمين هو 6 دراهم إذن 8 قلمين هو 6 دراهم إذن نريد أن نعرف 8 أربعة أقلام وستة أقلام وقلم واحد سوف نحاول أن نجيب عن سؤال ألف هو أن نبحث عن 8 أربعة أقلام إذن لدينا هنا 8 قلمين هو 6 دراهم وتمن أربعة أقلام هو ما سوف نبحث عنه هنا هنا أربعة أقلام يعني هنا لدي 2 زائد 2 وتمن كل قلمين هو 6 دراهم يعني للحصول على النتيجة يمكننا أن نستعمل الجمع أو نستعمل الضرب 2 زائد 2 تعني 2 في 2 وهنا 6 زائد 6 تعني 6 في 2 هنا لدينا 2 زائد 2 تساوي 4 و6 زائد 6 تساوي 12 وبالتالي للانتقال من عدد الأقلام الذي هو 2 إلى 4 أقلام ضربنا في 2 كذلك للانتقال من 8 كل قلمين لمعرفة 8 عدد أربعة أقلام نضربه في 2 لنجد 8 أربعة أقلام هو 12 درهم نمر للسؤال هو البحث عن 8 ستة أقلام إذن كمعطى لدينا 8 كل قلمين هو 6 دراهم ونريد أن نبحث عن 8 ستة أقلام إذن 8 قلمين هو 6 دراهم 8 ستة أقلام إذن نحاول أن نرسم 6 أقلام 1-2-3-4-5-6 واحد أن قلمين تتكرر لدينا 3 مرات يعني ممكن أن نكتب العدد 6 على شكل كتابة ضربية ثاني في 3 إذن انتقلنا من 2 إلى 6 بالضرب في العدد 3 لدينا 8 كل قلمين هو 6 دراهم إذن هنا 6 دراهم 6 دراهم 6 دراهم إذن نلاحظ أن 6 دراهم تتكرر 3 مرات 6 زائد 6 زائد 6 تساوي بـ 6 في 3 وهذا يعني أنه انتقلنا من 2 إلى 6 بالضرب في العدد 3 وأيضاً للانتقال من 6 للحصول على النتيجة يجب أيضاً أن نضرب في العدد 3 إذن 6 في 3 تساوي 18 وبذلك يكون 8 6 أقلام هو 18 سؤال جيم سوف نبحث عن 8 القلم الواحد إذن كما نعلم أن 8 قلمين هو 6 دراهم ونريد أن نعرف 8 القلم الواحد إذن 8 قلمين معاً هو 6 دراهم وتمن القلم الواحد سوف يكون هو نصف 8 القلمين يعني أننا سوف ننتقل بالقسمة على 2 2 مقسومة على 2 تساوي 1 بالضرورة أيضاً سوف نقسم العدد 6 على 2 إذن 6 مقسومة على 2 تساوي 3 وبالتالي 8 القلم الواحد هو 3 دراهم نلاحظ الجدول جيداً هل هناك علاقة بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني؟ إذن سوف نبحث في العلاقات بين الأعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني إذن لدينا هنا 2 ما هي العملية الممكن استعمالها مع العدد 2 لحصول على العدد 6 إذن لدينا 6 أكبر من 2 يعني إما أن نستعمل الجمع أو نستعمل الضرب نبدأ بالجمع زائد عدد يساوي 6 2 زائد 4 يساوي 6 إذن سوف نحاول أن نضيف 4 على جميع أعداد السطر الأول إذن 4 زائد 4 تساوي 8 لا إذن 6 زائد 4 تساوي 12 لا 3 زائد 4 تساوي إذن لن نستعمل الجمع سوف نستعمل الضرب إذن 2 في 3 تساوي 6 4 في 3 تساوي 12 صحيحة 6 في 3 تساوي 18 صحيحة 1 في 3 تساوي 3 صحيح وبالتالي للانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في العدد 3 ونرى العكس الانتقال من أعداد السطر الثاني إلى السطر الأول نعلم أن عكس الضرب هو القسمة إذن سوف نرى سوف نحاول أن نقسم أعداد السطر الثاني على العدد 3 6 مقسومة على 3 تساوي 2 نعم 12 مقسومة على 3 تساوي 4 نعم 18 مقسومة على 3 تساوي 6 و3 مقسومة على 3 تساوي 1 إذن هناك علاقة بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني وذلك بالضرب في نفس العدد وبالتالي هناك علاقة بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني بالضرب في نفس العدد وأيضاً انتقال من أعداد السطر الثاني نحو السطر الأول بالقسمة على نفس العدد فنقول أن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني وذلك بالضرب في نفس العدد وأيضاً أعداد السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر الأول وذلك بالقسمة على نفس العدد الذي هو 3 وهنا 3 يسمى بمعامل التناسب والجدول هو جدول أعداد متناسبة وبذلك نكون قد قدمنا مفهوم التناسبية سؤال الثالث أمثل المعطيات في مبيان إذن بعد نقل المعطيات في جدول تأتي مرحلة التمثيل في مخطب والمخطب يمكن أن يكون مبيان عصاوي أو مبيان بالنقى المبيان يتكون من محورين محور أفقي وآخر عمودي يكونان متعامدان أو عند تقاطعهما يكونان زاوية قائمة المحور الأفقي يمثل عدد الأقلام والمحور العمودي يمثل الثمن بالدرهم إذن سوف نخصص بالنسبة لمحور الأقلام كل تدريجة تمثل لنا قلم واحد دم قلم قلمان 3 أقلام 4 5 6 وبالنسبة لمحور الثمن كل تدريجة تمثل ثلاث درهم ثلاثة ستة تسعة اثنى عشر خمسة عشر تمانية عشر إذن بالنسبة للقلم الواحد ثمنه ثلاث درهم سوف نضع هنا نقطة معلمتها واحد ثلاثة نسميها مثلا النقطة أ ثم نمر لتمثيل نقطة أخرى معلمتها اثنان ستة يعني ثمن كل قلمين هو ستة دراهم ونضع النقطة هنا نسميها مثلا النقطة الثل ثمن أربعة أقلام هو اثنى عشر درهم إذن نضع النقطة ونسميها مثلا النقطة الثل ثمن ستة أقلام هو ثمانية عشر درهم إذن نضع نقطة معلمتها ستة ثمانية عشر ونسميها مثلا النقطة دي إذن حصلنا على أربع نقطة أ والبي والس والدي كيف هي هذه النقطة؟ سوف نحاول أن نصل بين هذه النقطة فنلاحظ أن النقطة أ والبي والس والدي نقطة مستقيمية وتمر من مركز تقاطع المحورين الأفقي والعامدي نسمي مثلا هذه النقطة أو كخلاصة نقول أن جدول هو جدول أعداد متناسبة إذا كانت هناك علاقة تناسبية بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني وذلك بالضرب في أو القسمة على نفس العدد وعند تمثيل معطية جدول تناسب على رسم بياني نحصل على نقطة مستقيمية بعد تقاطع المحورين الآن نمر لمرحلة التطبيق مع السؤال الأول هل الجدول التالي يمثل جدول أعداد متناسبة ولماذا؟ إذن أول شيء يجب أن نبحث عن العلاقة بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني وذلك بالضرب أو بالقسمة في نفس العدد إذن سوف نرى العلاقة بين أربعة وعشرون إذن كيف ننتقل من أربعة إلى عشرون؟ إذن بالضرب في العدد خمسة إذن أربعة في خمسة تساوي عشرون نحاول أن نتأكد من أن جميع الأعداد نضربها في نفس العدد للحصول على أعداد السطر الثاني واحد في خمسة تساوي خمسة نعم صحيحة سبعة في خمسة تساوي خمسة وثلاثون هنا لدينا أربعة عشر خمسة في خمسة خمسة وعشرون إذن هذا الجدول هو ليس جدول أعداد متناسبة لأننا لا نقوم بضرب جميع أعداد السطر الأول في نفس العدد للحصول على أعداد السطر الثاني فهناك سبعة نضربها في إثنان فنحصل على أربعة وليس في خمسة بالنسبة للسؤال الثاني ألاحظ الرسم مبياني التالي هل هو التمثيل لمعطيات جدول تناسب؟ إذن كما نلاحظ لدينا مبيان أو مخطط عصاوي سوف نحاول أن نحدد النقطة بأعلى كل عصا نضع هنا نقطة ونضع هنا أيضا نقطة ونصل بخط بين هذه النقطة ونرى هل سوف تمر من مركز تقاطع المحورين أم لا إذن كما نلاحظ فهي نقطة مستقيمة تمر من مركز تقاطع المحورين وبذلك هذا المخطط أو هذا المبيان يمثل رسم بياني لمعطيات جدول تناسب وبذلك نأتي إلى نهاية حصتنا البنائية نلقاكم على خير في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته